اشتركوا في القناة المعدن الأصفر يمكن أن المعدن الأصفر ارتد في البداية من منطقة الدعم المهمة دي قدر أنه يعمل بعض من الصعود قدر أنه يوصل لمستوى تقريباً أوربونات 1060 ثم مع صدور بيانات الدولار اليجابية قدر أنه يفقد كل المكاسب اللي عملها تقريباً في الصباح إلى أنه هو ارتد لمنطقة مهمة جداً وكان مفروض تصحيح منها قدرنا اللي احنا نشوف الدهب ينتهش مرة تانية طبعاً ده بالنسبة للدهب خلال الفترة اللي فاتت ولكن خلال اليوم توقعات الدهب هتكون عاملة إزاي؟ طبعاً النظر الفنية بتقول أن السوق لازم أنه يجيب مناطق الـ 1170 ثم بعد كده يكون فيه بقى تحديد المصير تحديد المصير هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن دولار قوي أم دولار ضعيف دولار قوي أم دولار ضعيف هيعتمد على يعني حاجتين خلال الأسبوع ده يمكن التقرير بتاع لجنة الإحتياط الفيدرالي اللي هيطلع إن شاء الله هي برضو هيوضح كتير جداً كلام عن سعر الفايدة والسياسة الفيدرالي خلال الفترة الجاية كمان هيكون عندنا بيناسه العمل خلال الأسبوع ده بإذن الله هنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله في الفيديو يوم الخامس طبعاً يمكن إحنا زي ما شايفين حالياً الده بشكل عامل إزاي؟ فنياً بيقول إن فيه احتمالية لصعود لمناطق الـ 1170 ثم بعد كده معاودة للهبوط واختبار الحد السفلي تاني دي القناة طبعاً التوقعات للكسر دي هنتكلم عنها إن شاء الله لكن اللي أتوقع كسر في الغد بالنسبة دي المنطقة السالية دي نتوقع نوع من أنواع تداول العرض شوية في الحدود اللي إحنا شايفينها دي ثم بعد كده التحديد ده هيكون إن شاء الله من بداية يوم الخامس طبعاً يمكن الدهب ممكن يقدر يكسر بكرة يقدر يكسر بكرة مع صدور بيانات جير متوقع طبعاً يمكن البيانات اللي هتكون موجودة في بيان الاحتياط الفيدرالي هي تقريباً شبه ما نواطية ولكن بتبقى مهمة لأنها ممكن بتوضح بعض الشيء طبعاً إذا جيه فيها يعني نوع من أنواع شيء مفاجئ وجير معتد يمكن هنشوف حركة عنيفة جداً للدولار يمكن ده كان بالنسبة دي المعدن الأسفل نبص بسرعة على اليورو مقاول الدولار زي ما هنشوفين اليورو رتد من المنطقة المهمة دي وإحنا تكلمنا عن الجزئية دي في فيديو أمس ولكن الجديد إن إحنا كنا بنتكلم في فيديو أمس على إن الطريق مفتوح جداً ليه يعني هو يلمس اللو بتاع السنة اللي فاته طبعاً زي ما هنشوفين قدر إن هو يلمس اللو طبعاً يمكن إغلاق الأربع ساعات كان يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية إن هو السوق يرتد ولكن يعني أنا ما برشح الكلام ده لا على اليورو ولا على الجنيد الاستليني يمكن زي ما هنشوفين كمان الجنيد الاستليني بالمنظر ده قدر إن هو يحقق هدفه من الهبوط يمكن كنا بنتكلم على القناة دي قلنا إن بعد الكس ده هيكون عندنا فيه فرصة لهبوط لمناطق زي دي أو إن هو السوق يرتد ويوصل لمنطقة زي دي مرة تانية طبعاً يمكن إحنا كنا اللي بنأكد عليه هو الارتداد اللي هتحصل من هنا هو تقولنا إن السوق بمجرد ملمس المنطقة دي أو يلمس المنطقة دي هيكون فيه ارتدادة ممكن الارتدادة دي هيلي كانت منطقية بشكل كبير جداً كمان شوف يعني أمس السفير المملكة المتحدة في الاتحاد الربي بيقدم استقالته طبعاً فصرها كتير جداً من الناس إن هو يعني بينتهي دوره نوعاً ما في الفترة المقبلة وده طبعاً بيعزز من موضوع انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الربي طبعاً بقول بيعزز من موضوع الانفصال لأنه ما لسه ما انفصله وش الانفصال الفائل هيكون فيه شهر مارس وشهر ثلاثة مع بداية تفعيل المفاوضات والاتفاقات اللي هتكون موجودة طبعاً هيكون زي ما قلنا بكده أقصى يعني شهر وأقصى تحركات هتكون على الجنيل السليني مع يعني التوقعات اللي هتطلع والتصريحات اللي هتطلع كل يوم من المسؤولين اللي موجودين فيه سواء المملكة المتحدة أو مسؤولين للاتحاد الربي طبعاً هيكون فيه نوع كبير جداً من الصعود والهبوط والتزبزبات اللي هتكون موجودة طبعاً هنتمحها إن شاء الله واحدة بواحدة طبعاً ده بالنسبة لي الجنيل السليني بنتابع فيه قناة عرضية يعني أو قناة هبطة بالمنظر ده ولكن يعني أنا ما برشحش الكسر فيها والكسر طبعا في حال الكسر طبعا فنيا هيكون فيه فرصة بقشرة طبعا أنا ما برشحش الكلام ده خصوصا مع بيانات الدولار اللي متوقعنا هي تطلع معنا خلال أسبوع الفات طبعا مع بيانات جبال الدولار هيكون فيه مزيد من الهبوط للجنيه الستليني طبعا ده بالنسبة للجنيه الستليني يبص بسرعة على النفط يمكن النفط زي ما احنا شايفين برضو تداول بشكل سلبي قدر ان هو يكسر قناة طبعا الهبوط كان عنيف بعض من الشيء قدر ان هو يرجع به تاني ده مستويات الخمسة وخمسين ده كان منطقي جدا ولكن احنا قلنا كان مفروض ان هو يعني على الاقل يجيب مستوى الستين ثم بعد كده يعني يحقق الهبوط اللي احنا شايفينه ده منطقة الستين يا جماعة منطقة مهمة جدا وكان يعني لوجيك ان السوق يعني يرتد منها اللي فيه اللي بيصير بعضا القلق اللي هو السوق ما قدرش ان هو يوصل للمنطقة دي بقريحة زي ما احنا شايفين السوق ارتد تقريبا بين مناطق الثمانية وخمسين زي ما احنا شايفين طبعا يمكن ده بيمثل مشكلة نوعا ما للنفط ولكن خلينا نقول اللي احنا عندنا منطقة مهمة جدا هي المنطقة القادمة هي منطقة الاربعة وخمسين منطقة الاربعة وخمسين ممكن تدعم النفط بشكل كبير جدا ولكن طبعا يعني خلينا نقول ان النفط طالما فيه عندنا اتفاقية واضحة والاتفاقية دي مازالت سرية ومازالت جميع بيتفق بيها طبعا يمكن احنا نقول ان النفط طبعا يقدر ان هو يتعافى بسرعة ويقدر ان هو يرتد مرة تانية في اتجاه الارتفاع طبعا ده بالنسبة دي النفط نبص بسرعة على اليور مقابلين زي ما احنا شايفين قلنا ان السوق بيتزبزب ده فعلا اللي بيحصل اي دي منطقة اللي احنا كنا بنتكلم عليها امبارح طبعا السوق بعد ما لمس المنطقة دي طبعا ارتد ان هو يرتد مرة تانية طبعا عندنا اتجاه فين عندنا اللو تاني اللو عند منات اللو 121 طبعا مع لمس المنطقة دي هيكون برضو فيه ارتدادة لان الاتنين مش محددين اتجاه فعلا بشكل واضح لا يوجد عملة من العملتين محددة اتجاه صريح ونقدر احنا نعتمد عليها بشكل جبير ده بالنسبة دي اليور مقابلين يلي بيانين ببص بسرعة على الدولار اندكس يمكن زي ما شايفين الدولار اندكس النهاردة قدر ان هو يرتد من المنطقة السعرية اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده ان هي منطقة مهمة جدا طبعا قدر ان هو يرتفع طبعا زي ما شايفين فتح العجاب في الارتفاع ويمكن اتكلمت انا قبل كده معاكم على موضوع ان مفيش جاني ارباح عنيف حصل للدولار خلال عام 2016 ونهاية العام 2016 وده طبعا بيعبر عن ايه ده لو بيعبر عن شي فهو بيعبر عن احتفاظ البنوك والسناديس اسمالية كبيرة بالدولار خلال الفترة الجاية طبعا يمكن اللي هيحدد المصير للدولار بشكل واضح هو حديث دونالد ترامب يمكن احنا شوفنا النهاردة كمان هو بيتكلم على المكسيك وفورد يمكن شوفنا التزرزب اللي حصل في سوء الاسم وطبعا يمكن سوء الاسم هيكون واحد من الاسواق المهمة جدا في عهد ترامب ولكن خلينا نقول ان الدولار هيتحدد فيه خطاب واحد وهو خطاب تحديد السياسة الاقتصادية هل هيعتمد على سهر فايدة مرتفعة منخفض ده طبعا اتكلمنا فيه قبل كده ونتكلم فيه ان شاء الله بمزيد من التفاصيل مع مزيد من الاحداث الجديدة باذن الله انا مش هبطول عليكم اكتر من كده بتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد باذن الله وتدولات مميزة للجميع شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته